عايزين محتاجين نقول للناس خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي هقول لكم أول حاجة قبل ما تقول ان الجواز ده عيد عليها بخسارة شوف قدي ايه انت كنت سبب الخسارة دي قدي ايه انت ما قلتش كلمة حلوة في وقتك وانت لازم تقول في كلمة حلوة قدي ايه كنت انت محتاج تحتضن زوجتك وانت ما عملتش كده وعشان كده عشان نصح المفايم عشان مش كل البيوت تبقى مليانة بزواج الوكيند نرجع تاني نقرب من بعض نقرب من بعض في الكلام نقرب من بعض في القعدة نقرب من بعض في الاهتمامات نقرب من بعض كمان في الحوار احنا نحتاجين على الاقل لنقعد مع بعض كل يوم نصف ساعة نتكلم مع بعض ونقرب كمان ان احنا لابد بشكل واضح ان احنا نهتم بمعرفة بعضنا وعشان كده لازم لما نكون نتكلم مع الاخواننا المقبينة عزيزيز لازم نهتم إن هم يعرفوا بعض كويس ويعرفوا سمات شخصياتهم عشان يقدروا يتلحموا ينتقل كل واحد فيهم من الأنا إلى نحن لازم نبني مع بعض أسرة صحية ونغير مفاهمنا نغير مفاهمها على فكرة الشطرة مش إنك إنت تبقى قوي إن إنت تتمسك بمفهومك حتى لو كان مفهومك بيؤدي إلى السيطرة والاستقلال بالطريقة العنيفة المتوحشة في استقلال عنيف متوحش وفي استقلال محترم الاستقلال المحترم إن كل واحد فينا نعم يبقى له خصصيته لكن في نفس الوقت يبقى متيح نفسه لشريك حياته عشان يلتلحموا مع بعض ويكونوا المولود الجديد اللي هو اسمه الجواز تاني حاجة لازم نعزز الترابط الأسر ونحل المشكلات ما نستناش إن المشكلة تتفاقم عايز أقول لك حاجة خد نفس وابدأ في حل المشكلة لما المشكلة تقع ما بقولكش ادخل على المشكلة وانت معصبي لكن خد نفس بس إياك تسيب زوجتك تنام زعلانة وإياك تسيب زوجك وبيت زعلان لازم تحل المشكلة وبسرعة ما ننامش غيره وإحنا محلين المشكلة أي حد عنده مشكلة زوجية ما ينفعش يسكت ما ينفعش يسكت وما ينفعش كمان ما يبادرش ويقول أنا عامل إيه أصلا ما فيش فايدة لا فيه فايدة عارف الفايدة من مين من عند ربنا ولابد أن يتوجه للمختصين عشان يحلوا مشكلة لو عجزنا لأن حياة زوجية غير مستقرة مش بس بتأثر على الزوجين لا دي كمان بتأثر على الأبناء ونفسيتهم ممكن بعد كده تخليهم يعزفوا عن الزواج أصلا أو يعيشوا بترمات ما يقدروش حلوها يبقى على طول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعمل إيه؟ نسأل وإحنا جاهزين إن إحنا نكلمكم وجاهزين إن إحنا نتعامل مع كل مشكلتنا دي لأن إحنا مش هنسيب أبدا الأسر تتآكل بهذه الطريقة أنا بدعو كل الناس المتخصصين يزيدوا اهتمامهم بدراسات الإرشاد الزواجي ويتيحوا نفسهم عشان يتعاملوا مع ده وبالله عليكم اللي ما عرفش يسكت اللي ما عرفش في حل المشكلات الزوجية يسكت إنما شفاء العي السؤال ولا تقفوا ما ليس لك بها علم إن السمعة والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول فلو سمحتوا اللي ما عرفش يسكت لإن اللي بيحصل من المبالغات في التعرض لمشكلات الزوجية يفسد أكثر مما يسلح يبقى الروح للمتخصصين لحق ومنسيبش مشكلات تتفاق يبقى نبادر ومنسيبش منبتش نيمي ما ننامش وفي مشكلة ويبقى اتفاقنا لو ما قدرناش حل المشكلة هنروح للمتخصص تالت حاجة التأهيل للأسر بقى لمساعد أولادهم المقابلين على الزواج كل زوج وزوجة إيه عندهم عريس وعروسة مقابلين على الزواج لازم يتأهلوا عشان يتعاموا أولادهم وكل زوج وزوجة عندهم مشاكل يتأهلوا برضو أنا بادعو بشكل واضح وأنا بعمل كده إنه يبقى فيه تأهيل المقابلين على الزواج وفيه تأهيل الأزواج لحديث الزواج وتأهيل للي عندهم خمس سنين جواز وتأهيل للي عنده سبع سنين جواز هو إحنا بنجدد الرخصة بتاعت السوقات العربية يا جماعة إحنا لازم نجدد معرفتنا بالجواز لإنه إحنا وفي أول الجواز في مستوى نضج لكن بعد خمس سنين بيبقى محتاجين مستوى ده أني أنضج بعد سبع سنين محتاجين ده بعد عشر سنين محتاجين ده خمس تاشر سنة وإحنا في عز قزمة منتصف العمر محتاجين نتدرب وإسلام لما ببقى مخضرمين وخلاص أولادنا اتجوزوا أو أولادنا بيشتغلوا محتاجين نعرف إزاي نهيش كأزواج في دورة جديدة للحياة إحنا محتاجين نفهم إن الجواز حياة وكل مرحلة من مراحل جوازنا محتاجة مهارات مهارات الناس هم مجاوزين من عشرين سنة غير مهاراتهم وهم لسه في سنة أولى جواز لازم نتدرب وعشان كده لازم الناس تاخد دورات تدريبية ويتأهلوا عشان كمان مش بس إنه أصبح زوج وأب أصبح زوج وأب لمراهق أصبح زوج وأب بس هو زوج فإزاي يقدر يحافظ على الأقل بينه وبين زوجته وما يبقاش أنا نعم لما بتجيدي في الشهد الزوجي بيبقى فرحان إنهما بيقولوا إن فيه حبل مسكين فيه وهو الأولاد بس ما ينفعش الحبل ده تيفضل هو المسكين فيه لازم الأولاد تفكرهم إنهما أزواج لازم نرجع ونقعد مع بعض ونبص على المشترك فينا لازم نتكتر حبل المشترك اللي بيننا ده عشان نقدروا يدعموا أولادهم ويخلوهم مقدرين على الاختيار السليم والتعامل السليم مع حياته يا سادة إحنا أنا مش هسكت على كل زواهر السلبية في حياتنا الزوجية مش هنتقبل مع بعض صدفة في الصالة ولا هنخرج مع بعض لما نكون فضيين إحنا هنتعمد نقعد مع بعض هنخصص وقت نقعد فيه مع بعض مهما كان الكلام هيقلمنا هنسمعه ونخفف منه مهما كان القعدة مع بعض ما فيهاش حاجة إحنا شبه بعض فيها هنصنع المشترك مع بعض في حيات كتيرة للناس لما بتعود مع بعض بتكتشف إنهم شبه بعض فيها بس يعودوا مع بعض يعودوا مع بعض وخرجوا مع بعض ولو مر في الأسبوع ويا سلام لو تمتنوا البعض كمان ويا سلام لو تعبروا عن حبكم لبعض كل ده الجواز مش هيبقى تقيل علينا إذا وجه يبقى نعمة ربنا هيبقى جنة في الحياة وبيدخل بيها الإنسان إلى أوسع من أوسع أبواب الجنة لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي اللي عايز يبقى مع حضرة النبي يتحول من الزواج المنقوص ده الزواج اللي ملوش طعم إلى زواج يشوف فيه جمال حضرة النبي يا جمال حضرة النبي لما ناس تتجوز ويفهموا قيمة الجواز ويعرفوا إن الجواز ده نعمة وإن النعمة دي تخليك عايش في نعيم من رب العالمي يا رب وفقنا ويسر لنا أمورنا إحنا مش هنخاف عنواجع مشاكلنا وإحنا عارفين إن أنت معانا يا مولانا ومددك واصل بينا ونستمر في معالجة كل مشاكلنا أمورنا